تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي سبورت هذا الفيديو محول عن إحدى مقالات يوم الاثنين اللي بنزلها أنا بتويتر وفيسبوك وإنستغرام زي ما بتعرفوا المقال كان سؤاله هل حانى وقته اعتزال بوفون بالفيديو حنناقش ثلاث محاور المحور الأول ليش أنا شايف أنه بوفون يكمل سنة خيار جيد والمحور الثاني شو قصة هذي اعتزل من القمة وارحم تاريخك والمحور الثالث وين يعني شو المواصفات عشان يكون الاستمرار السنة جيدة ومقبولة نبدأ في المحور الأول اليوبي الآن زي ما الكل بيعرف بمر في مرحلة تحول بالمشروع ما بعد بير له في شوية بيين انه في شراب عم بياخدوا فرصة أكتر في محاولة تغيير دم تجديد تغيير عمر فريق ولكن ذاك تخلي بوفون ليش ذاك تخلي بوفون لأنه آيقونة من آيقونات اليوبي الأصيلة الحقية الممتدة من التسعينات حتى وليس فقط من القرن هذا فلازم يظل هذا اللاعب عشان السنة الجاي يظل موجود فيه الرمز تاع اليوبي القديم الأصلي فمجرد السنة خلينا نحكي هذا جزء الجزء الثاني وجود بوفون بشكل أو بآخر بيدفع اليوبي وبيدفع العيدة اليوبي نفسيا انه بيحاولوا كمان مرة عشان دور الأبطال لو فشلوا هاي السنة حيحاولوا المرة الجاي وجود بوفون بيعمل هذا الدافع أنا كمشجع لليوبي جزء من دافعي انه اجيب دور الأبطال انه والله بوفون لسه موجود لو طلع من حس كأن هالقصة خلصت على الفاضي فهذا جزء من الناس جزء من الدافع والشيء الثالث انه بوفون يعني حارس ثاني أو ثالث مش سيء يعني آه حارس أول لليوبي لم يعد بذلك المستوى للأسف بس هذه حكم الحياة بس هو كحارس ثاني أو ثالث ليس بذلك الحارس الكارثي أو السيء فليش لا ما يكمل والشيء الرابع طبعا فيه سبب آخر مهم انه فيه أرقام قياسية معينة حلو تكون كلها باسم اليوبي أكبر حارس وأقدم حارس وكل هالأشياء تكون باسم اليوبي ليش لا هذا الشيء لما تفترح انت التاريخ تلقى اليوبي مسيطرة عليه كمان شيء جيد لانه الآن الرقم القياسي اعتقد مع حارس دلاتسيو اللي هو أقد أكبر حارس في دور الإيطالي وأكبر حارس في دور الأبطال هذا البند الأول البند الثاني قصة انه اللاعب يجب ان يعتزل في القمة وارحم تاريقك واعتزل في القمة وما تشوهش تاريخها مين قال انه بتشوه تاريخ اللاعب لو كمل ونزل مستوى الطبيعي طبيعة الحياة وسنة الحياة اني انا اكون بالقمة وانزل مش والله ما اكون اشوف حالي بالقمة وانزل اظن طالع وتارك المجال كله وخلص وشكرا وبلا نقل خبرات وبلا كده طبعا بفهم طول شوية يعني عارف زينا عن اللزوم بس بشكل او باخر فكرة الاعتزان من القمة هادي ممكن خلقها في اذهان الناس زيدان اللي بيستقيل هو جاي بدور الأبطال واللي بيطلع مريام مدنيت بقى 2006 هو أفضل لعب بكأس العالم ممكن هو اللي خلقها في ذهن الناس بس في لعبين كثير ما انتهى تاريخهم ومشت مساريتهم بشكل عادي جدا يعني ماردونا راح لعب مع اشبيليا وعادي ورونالديني شفناه لف الدنيا ريفالدو لعب بأوزباكستان ولا كازاخستان والله العظيم اني ذاكر فهدول اللاعبين ظلوا محافظين عن قيمتهم وشوفوا رونالدو البرازيلي والراح فاللعبين راحوا على فرق بليه لعب يا نادي امريكي يعني الكل شو بتذكر مثال عادي انك تلعب بفرق اقل تنزل مستواك اكثر عادي عادي الارث ما بروح الارث قيمته محفوظة يعني لو ماردونا بعت كاسي عام 86 ما عملش اشي في كورتا وخدام يظل ان انا احكي ماردونا جاب كاسي عام 86 لحاله زي ما الناس بتحكي طبعا هو ما كانش لحاله بس الناس بتحب توصف بهذا الوصف انه لحاله تمسألت الارث محفوظة وارث بوفون محفوظ اما هذي فكرة الاعتزال بالقمة هذي موضع انا مستعدة جدا يعني شو يعني اعتزل من القمة يعني يا بكون number one يا باعتزل لازم الانسان يكمل لما يبطل number one عشان عنده خبرة لازم ينقلها وعشان في معرفة لازم ينقلها وعشان في خبرة بادارة الامور لازم ينقلها مش يلا السلام عليكم انا بطلت number one بدي اطلع اما المحور الثالث فهي شو الشروط المنطقية لبقاء بوفون انه بصراحة الشرط الوحيد اللي انا عندي تكلفته تكون تكلفة عادية جدا زي تكلفة اي حارس ثاني في الدوري الايطالي مع الفرق الستة الكبار يعني زي الحارس الثاني تاع الانتر حارس الثاني تعميلا تكون تكلفته بضمن هذا الحدود مش اكثر لانه الان بنتكلم عن ظروف مالية معقدة في زمن جائحة كورونا يجدد سنة منطقيا جدا انا شايف انه يكمل بس ما فيش بدا نشيل من بالنا نقارن بفون الحالي بفون القديم لانه لم يعد نفس العنكبوت نوصل هون هيت حلقة سيلفي سبورت اللي تجيكم مني انا محمد عوار قناة سيلفي سبورت الاكتر ترمو عن من حيث اشكال وافكار المحتوى وليلازم تشتركوا فيها الان والسلام عليكم ورحمة الله